ونعتنا هذا البرنامج هذا ديننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا أحبة في الله كنا في الأسبوع الماضي تحدثنا مع حضراتكم عن موضوع جد مهم وخطير في هذه الأيام ألا وهو صلة الأرحام وقطيعة الأرحام وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن فضل صلة الأرحام ونكمل بمشيئة الله تعالى الخير التام في صلة الأرحام الخير التام في صلة الأرحام نكمل ما كنا قد بدأناه لأهمية هذا الموضوع لأن والله جاءنا في الحلقة الماضية اتصالات كثيرة عن قطيعة الأرحام وعن بعض الناس الذين يهجرون أرحامهم وأقاربهم وعن القطيعة التي انتشرت بين المسلمين في هذه الأيام لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولو نظرنا وتأملنا في القرآن والسنة وفي قصص القرآن العظيم لوجدنا العلاج لهذه الأمراض المنتشرة في زماننا هذا ولأخذنا من الأنبياء القدوة والمثل الأعلى الذي لا بد أن ننهج هذا النهج على خطى الأنبياء والصالحون على خطى الأنبياء والصالحين وعلى خطى هؤلاء الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى تعالوا بنا في هذه الحلقة لنتعرف على قصتين القصة الأولى تبين عظمة صلة الأرحام وكيف يتصرف الإنسان مع أقاربه حينما يخطئون معه وحينما يسيئون إليه وحينما يهجروه وحينما يتسببون له في أذاء القصة الأولى التي معنا اليوم قصة يوسف عليه السلام قصة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حدث له لو تأملنا ماذا صنع به إخوته وماذا فعلوا معه وما الأذى الذي تسبب إخوة يوسف ليوسف عليه السلام أولا حرموه من أبوه ورموه في غيابة الجب حيث ظلمت البئر وأخذه ناس وبعوه بسمن بخص دراهم معدودات وبيع في سوق العبيد وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم تخيل إخوة يفعلون مع أخوهم هذا يأخذوه وأرادوا في البداية قتله ثم أخذوه ورموه في غيابة الجب ثم بيع بسبب إخوته في سوق العبيد وهو الحر الكريم ثم اشتراه عزيز مصر وحدث له الفتنة والاختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم حينما راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام وحدث له هذا الأمر ثم عصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الخطأ بعد أن غلقت الأبواب وقالت له هيت لك ثم بعد ذلك ألقي في السجن زورا وبهتانا وكذبا وهو البريء الذي لم يفعل شيء كل هذا ومضى في السجن بضع سنين كل هذا حدث له بسبب إخوته كل هذا حدث له بسبب أشقائه وبعد ذلك وبعد كل ما حدث له ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون له استطاع عليهم وقدر عليهم وجاءوا إليه مزعنين في ذلة يطلبون الطعام والشراب ماذا يفعل معهم يوسف عليه السلام بعد أن قدر عليهم وبعد أن استطاع أن يرد لهم الكيل كيلين وبعد أن استطاع أن ينتقم لنفسه مما فعلوه فيه لو نظرنا وتأملنا من فعل به ذلك بعض الناس يقول إن أقاربي يفعلون معي ذلك ويفعلون معي أنهم يهجرونني ويأكلون حقي في الميراث ويفعلون لي كذا وكذا أقول هل فعل معك مثل ما فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام أقول لا لماذا؟ لأن ما فعله إخوة يوسف عليه السلام مع يوسف عليه السلام إنه لأمر عظيم أن يدخل السجن بسببهم وأن يتعرض لكيد نسوة المدينة وامرأة العزيز وأن يلقى في غيابة الجب كل هذا وأن يبتعد عن أبوه الذي يحبه عمرا طويلا ثم بعد ذلك جاءوا إليه مزعنين يعترفون له بخطائهم ماذا قال لهم يوسف؟ هل انتقم لهم؟ هل عاتبهم على ما فعلوه معه؟ لا ولكن يوسف عليه السلام قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب ما معنى لا تثريب؟ لا تثريب أي لا عتاب ولا لون لا يريد يوسف عليه السلام أن يجرحهم حتى بكلمة وأن يعاتبهم أو يسبب لهم أذى معنوي لا أقول أذى ممدي فينطقم منهم ويقول لهم تعالوا كما دخلت السجن لا بد أن تذوق مرارة السجن بضع سنين كما ذقت مرارة السجن بضع سنين لا لنفسه ولم يرد لهم ما فعلوه معهم بالقصاص وإن رد لهم فهو محق ولكنه عفى ومن عفى وأصلح فأجره على الله ومع عفوه أنظر إلى سماحته وأنظر إلى سخائه وأنظر إلى كرمه رحمه الله وردي الله عنه وأدخله الله الفردوس الأعلى يوسف قال لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا عتاب ولا لون وحينما أراد أن يتحدث عما فعل به أو ما حدث بينه وبين إخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كان من الممكن أن يقول من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي علي ولكنه من حسن أدبه ومن سماحته ومن إحسانه أنه قال وأشرك نفسه في نزغ الشيطان مع أنه بريء من هذا وأن الشيطان لم يسيطر عليه ولم ينزغ له ولم يؤثر عليه في شيء ولكنه من حسن أدبه وإحسانه أشرك نفسه معهم في نزغ الشيطان وهو بريء من ذلك لماذا؟ حتى لا يجرحهم حتى بكلمة قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذا هو العفو العفو عن الأقارب العفو عن الأرحام يا أخي اعفو وسامح لله عز وجل كنت في مسجدي وتحدثت عن هذه القصة فجاءني شاب كريم سخي قال يا شيخ بيني وبين إخوتي غضب وقطيع منذ خمس سنوات هذه لخمس سنين لا بكلمهم ولا بيكلمون بس بعد ما سمعت قصة يوسف عليه السلام بعد ما سمعت قصة يوسف عليه السلام أنا الآن أشهدك يا شيخ أني قد عفوت عن إخوتي بعد ما ظلموني وبعد ما أكلوا حقي وبعد ما طردوني من بيتي أقول أشهد الله أني قد عفوت عنهم كما عفى يوسف عليه السلام عن إخوته هذا ديدن الصالحين ولذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقب بن عامر ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة أفضل الأخلاق أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة بل يا رسول الله قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك هذه والله أمور لا يستطيع أن يفعلها إلا الصالحون الصالحون هم الذين يصلون من قطعهم ويعطون من حرمهم وأنهم يعفون عن من ظلمهم لماذا؟ لأننا في دنيا هذه الدنيا التي نمر بها هي دار تعب ودار كدح ودار كبد وتنتهي ولكن الذي يبقى الذي يبقى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ننظر في دنيا الناس نجد بعض الأمور التافهة التي تصل بالأقارب إلى سنين في قطيعة واحد يقطع رحمه منذ أكثر من 33 سنة لأمر تافه وحينما يصطلح معهم لا يتذكر كانت القطيعة بسبب إيه؟ لا يتذكر السبب التي كانت من أجله القطيعة نسي السبب ولكنه الشيطان ينزغ بين الناس وخصوصا للأقارب لما يعلم من فضل صلة الأرحام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والطبراني ووافقه الذهبي بإسناد حسن أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم قالوا كيف يا رسول الله كيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم لأرحامهم لو نظرنا وتأملنا في هذا الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم إن القوم لا يعمر بهم الديار من أراد أن يعمر وأن يبارك الله له في عمره وأن يثمر يكثر له الأموال فتثمر له أمواله وتكثر له أمواله ويثمر له الأموال وأيضا ما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم أي أن بصلة الأرحام يخرج الإنسان من غضب وصخة الإله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك الله إذا أردت أن يرضى عنك الله إذا أردت أن يزيد الله في عمرك إذا أردت أن يثمر الله لك الأموال ويبارك لك ويزيد لك في الأموال عليك بصلة الرحيم اسمع لكلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي انظر إلى استخدام أبي ذر رضي الله عنه بكلمة أوصاني هذه وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحضر أن تترك وصية رسول الله أوصاني خليلي أوصاني حبيبي من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأمته أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم ألا تأخذني في الله لومة لائم وأوصاني بصلة الأرحام وإن أدبرت وأوصاني بصلة الأرحام وإن أدبرت أي وإن قطعت هذه الرحم أوصاني بصلة الأرحام وإن أدبرت وليس الواصل بالمكاف ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الذي إذا قطعت رحمه وصلها وجاء رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يا رسول الله لأقارب أصلهم ويقتعوني وأحلم عليهم ويجهلون عليهم وأحسن إليهم ويسيئون إليهم انظر ثلاثة أمور أتودد إليهم ويتبغضون إليهم أنا بحبهم وهم بكرهوني أحسن إليهم ويسيئون إليهم أحسن إليهم وهم يبادلون هذا الإحسان بالإساءة وأحلم عليهم أعاملهم برفق وليل وحلم ويجهلون عليهم يعاملون بالإساءة في القول والفعل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما كلت لو أنت فعلا كما تقول تتحمل أذاهم وتصبر عليهم وتصلهم ما أنهم يقطعوك لئن كنت كما قلت معك من الله ظهير معك من الله ملك كأنك تسفهم المل كأنك تسفهم المل تراب الفرن الحار معك ملك من الله سبحانه وتعالى جاءني سؤال من بعض الأخوات قالت لي يا شيخ أنا لي قريب ويفعل معي كذا وكذا وأخطاء وإساءة هل بهذه الإساءة يجوز لي أن أقطعه قلت لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرت وقلت أنه مهما كان من الأخطاء لا يجوز للإنسان أن يكون قاطعا لرحمه ولكنه يأخذ حقه بكل الطرق المشروعة بكل الطرق المشروعة معنا تصال السلام عليكم ومحبيبة السلام عليكم ومحبيبا السلام عليكم ومحبيبا بقلت أنا أجوزي كان متخنعي مع أجوز قلت وهو ملياني لأن أنا ظهر أهلي كمان وكمان كالسادر أم خلني جبت الهداية لم أمسو بدي تخافي الشادع لا إله إلا الله هو بيريد منك أن تقطعي رحمه يعني ممو بتجي لي وكل حاجة وحتى ما قلت فما أنا كنت راحا مشتشف عشان أعمل عملية خلينا أخب على ستي وأقولها أن أنا مش عام يعني شرحها آآ خلينا أقفلت التلفون وخبّيته ومعرفت إلي أنا عمالت عملية عمالية وحتي كلمت ستتا في الآخر بعد ما عملتنا عمالية وحتي في المشتشفى كلمته وقلت لها من عمالت عملية طيب إلا 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 زعيتني وزعيتني فهدرت الشيخ وحتى ما رح تولد ستا 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 فت يلم رباني وماما قادم عشدت عشان بابايا كانوا يطلق ممش وهم كانوا قادين مع فت هلم رباني طيب يا ام حبيبة الزوج هل ظلم من العائلة عندك؟ يعني هل في مشكلة حصلت مثلا خلاها خد اه اه متخلية مع جوز خلفي من يوم الدخلة متخلية مع ايه وقال له هو جوز خلية معه طيب ماشي هو مع جوز خلتك خلاص ايه مشكلتك انت بقى يعني هو عشان خنقته مع جوز خلتك يقطعك من ارحمك كله طيب حاضر اجيبك ام حبيبة فيه سؤال تاني لا حاضر 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 اجيبك ان شاء الله طيب ام حبيبة بتتكلم ان زوجها في مشكلة مع جوز خلتك وهذه المشكلة تسببت في انه ضيق عليها مع ارحمها اقول له لابد للانسان ان يتق الله عز وجل لا يجوز للزوج ان يتسبب في قطيعة الرحم لانها كبيرة من الكبائر وفيها لعنة اولئك الذين لعنهم الله اللعنة جاءت في القرآن لهؤلاء الذين يتسببون في قطيعة الرحم لا يجوز للانسان ذلك والله تحدث في سورة البقرة اولئك هم الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اولئك هم الخاسرون هؤلاء الخاسرون الذين يخسرون في الدنيا والاخرة فلابد لكل زوج ان يتق الله عز وجل وان يجعل صلة الارحام موصولة ولا يتسبب في قطيعة الرحم اقول لام حبيبة توددي الى زوجك اقنعي كلمي جوز خلتك حولي انك انت تكوني حمامة سلام في الصلح والصلح خيرك حاولي تشوفي ناس يكون ليهم كلام مع جوز خلتك ومع زوجك ويتوسط هؤلاء الصالحون للصلح وكما اخبر الصلح خير والصلح خير وقطيعة الارحام والقطيعة بين الناس هذه كبيرة من الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما عند مسلم رحمه الله قال انها تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ولكن هناك استثناء قال إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء ذكريه بالله بينه وبين أخيه شحناء فيقال له انظروا هذين حتى يصطلح انظروا هذين حتى يصطلح انظروا هذين حتى يصطلح ثلاث مرات كل يوم اثنين ويوم خميس تفتح ابواب الجنة وفي رواية أنها ترفع الأعمال في هذين اليومين فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلح انظروا هذين حتى يصطلح انظروا هذين حتى يصطلح أضيع الجنة التي قال عنها الملك سبحانه أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بسبب عناد بسبب انتقام للذات بسبب أمور تافهة من يوم الدخلة وهناك قطيعة وهناك هجر أقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل ذلك النبي يقول لا يحل أي أنه حرام أي أنه كبير لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام معانا الأستاذ نادية من الجيزة أيها سلام عليكم أستاذ نادية جزاك الله عننا خيرا يا شيخ وجزاكم إن شاء الله ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب تفضلي ليه عن حضرتك بك شوالين تفضلي السؤال الأول هذه الأموات بيحثوا بال يعني الأم مثلا بيحثوا بأولادها كانوا في بيك أو في قربة أو حاجة الأموات يعني بيحثوا السؤال كاني حضرتك سيدة الرحم يعني الحكاية دي حاتت معا يعني بيجي أقارب بيجروني بس بعضهم بيجي بدل ما بيدخل سترونه على البيت وعلى اللي فيه بتتطولوا وبتدخنوا في حاجات ما لا لهمش فيها بيلفوا دوروا على أساس إنهم يعني ياخدوا حاجة يعني بيشراحة بيمشوا بيكون يعني أحزنونا بيتطولوا بكلام ما إلا يا ريك يخشك مواضيع لا طريق تمام وبيلفوا دوروا على أساسهم هو عايزين أي حاجة معرفش إيه ده إيه حصل ما فيش معرفش معانا كده يعني وقدرهم إنهم يعني حالته من المادية كوريتة جدا فأي أفعال دي فعلا تلت رحم بقى حاضر إن شاء الله وجيبك أستاذنا حاضر إن شاء الله في أي أسئلة تانية؟ شكرا ربنا يحفظ ذكره طيب الأستاذة نادية تتكلم عن أني هل الأموات يشعروا بالأحياء؟ هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء من العلماء قالوا أن الأموات لا يشعرون بالأحياء ومنهم من قال أن الأموات يشعرون بالأحياء أنك حينما تمر على المقابر النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون واللهم أسألك العافية لهم ولأمواتنا وأموات المسلمين هذه من الأدعية التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنهم يردون السلام وأنهم حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم القبور قال لهم ما أسمع منكم لهم إنهم في هذا الوقت يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يوصلوا صوت صوتهم إليك عالم البرزخ هذا عالم كبير وعالم عظيم فيه من الخفايا الكثير والكثير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن قال بعض أهل العلم أن الأموات يشعرون بالأحياء وهذا الرأي الذي أميل إليه والله أعب السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أهلا وسهلا حي الله أهل الأكسر الله يخليك أهلا يبارك فيك يا شيخ أتفضلي يا أختي أتفضلي أسأل لحضرتك سؤال يعني أنا الحلقة دي كلها خاصة بي تعتبر يعني لا إله إلا الله طيب كويس لحضرتك تكلمت وده يعني يعتبر بيحصلي آه ربنا يا رب يسلح الحال يا رب يعني من المعاملة اللي هم بيعملوهان يعني مش كويسة على طول بك آه معاملة غير طيبة يعني آه معاملة مش كويسة طيب حاضر السؤال بقى يا أختي طيب حاولي تتصل بينا تاني آه الأستاذة نادية تكلم عن الأموات هل الأموات يشعرون بالأحياء آه يقول هذا أمر فيه خلاف والرأي الذي يأمين إليه أنهم يشعرون بالأحياء طيب بالنسبة لأستاذة نادية تكلم عن صلة الرحم وإنهم بيعود عليهم من هذه الزيارات زيارات الأقارب بعض الإساءة ويدخل عليهم الحزن ويتدخل في أمور لا تعنيهم كل هذه الأمور والله آه مما حلت به البلوى هذا الأمر أصبح الآن منتشر إن الأمثلة التي قال آه التي لم آه ما أنزل الله بها من سلطان إن الأقارب عقارب لا هذا الأمر لا بد أن ننحيه جانبا لا بد أن ننظر إليهم بحسن الظن ده أول شيء أستاذة نادية أقول لا بد أن تحسن الظن فيهم دي أول حال الأمر الثاني آه آه إذا كان هناك ضرر نقلل من الزيارة الزيارة تبقى بالتليفون آه الإطمئنان يكون آه بإنك أنت تسدلي لهم معروفا آه الأمر الثاني لابد أن تحصيني نفسك وأولادك بمعنى قبل أن يأتوا لابد أهل البيت أنهم يقولوا الأذكار الأذكار حصن حصين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي خدوا جنتكم أي الوقاية الوقاية خير من العلاج يعني أحافظ على الأسقار قبل أن يأتوا أعمل رقية للأولاد أعمل رقية للبيت وأعلم يقينا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى والنبي قال والله سبحانه وتعالى يقول من شر حاسد إذا حسد يعني إذا تحقق بفعله الحسد ذلك ووقع وأراد الله سبحانه وتعالى وقوع هذا الحسد يبقى أعمل أحاول إننا أعمل رقية للبيت معنا الأستاذة سارة السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا أستاذة سارة فضلي أستاذي يا شيخ أنا هزا تاكف أنا عندي مقالي لأسقار الأولاني لأنه كان بابايا يعني بابايا بجوز واحدة تانية على أمامتي وكان يطلق أمامتي بس وليه أخوات منه وكان بابا كان عايش كنت بحب بروحي وكل حاجة بس اللي منعاتي كان لوقت أبويا أه هو الأب دلوقتي عايش يا صد سارة الأب عايش لا متوفي أه أنت حاسة أنه هو غضبان يعني أنك أنت ما كنتش بتوديه قبل الموت لا يعني هو ما كان عايش كان دلوقتي زعاني في التربون وانت وليس يوم تتطمينه عليك أه هو هو جابوكي طيب أنت دلوقتي أنت خايفة من إيه خايفة أنه هو يكون مثلا مات وغضبان عليكي أنا خايفة يكون زعنين منه أه أه وكنت بتطمين عليه طيب حاضر أنا أقول لك إن شاء الله إزاي توديه دلوقتي وإزاي تصليه دلوقتي بعد الموت إن شاء الله وتخفف عنه وتقدم له الهدايا كل حاجة إن شاء الله نقولها لك بإذن الله في أي سؤال تانية يا صد سارة آه يا فتادي الشيخ كمان هي يا ماتابويا عمي تحلب معي عشان حكاكي الورد آه بابا تحلب لنا ورد آه عارزيني أنا أرى هطلب من عمي المحل والمحل دوت مش تابعنا المحل يدور إيجار طيب إنتي قولي لها إنتي قولي لها ده لا يرضي اللي عز وجل ده مش من حق لها خلاص يعني وتقطعي معها الأمر يا فتادي الشيخ أنا هو أصلا بابا دي معاش معاش من 1,000 جنيه هم بغضيب بسرع أنا أصلا بي أنا مش الواجه بتاعه في المعاش ده مش فيه ما هو المعاش إنتي لو إنتي مش متجاوزة وكذا بتاخدي في المعاش يا فتادي الشيخ وكمان بتوع التوافص من أمتي والقلم بيصورة بأموت دماء طيب حاضر أنا أجيبك إن شاء الله تتعاملي معها إزاي أقولك إن شاء الله تتعاملي كيف تتعاملي مع يعني زوجة أبيك إن شاء الله في أي سؤال تاني طيب اسمها إيه دوابة أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا وحيا الله أهلا أصوان أمني أحبهم في الله والله أهلا أصوان كلهم أهلا ناس طيبين يعني حضرتك أنا كان لي سؤال برضو في صلة الأرحم أنا مثلي في أخوتي كمثل يوسف في أخوتي الله أكبر الله أكبر والله حضرتك يعني يعني القصة كان ليها تأثير الحمد أكثر ناس يعني يعني الإساءة وكل حضرتك يعني ما بحنا عايزينك بقى تتصرفي معهم زي سيدنا يوسف توليهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الرحمن الرحيم سيدنا يوسف يما عرفوا أخطاءهم آه الله يفتعليك الله يفتعليك يعني يعني يغفرهم هم وهو يكون مرتاح لأن يعلم أن هؤلاء بيحقد على اللي ليهم طيب أنا يعني هقولك حاجة أستاذ تابع نعم سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق نعم أنت عارفة حدسة الإفك أي مصطح ابن أثان اتكلم في عرض عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ماذا فعل كل اللي عمل سيدنا أبو بكر عمل إيه أقسم بالله أنه هو مش هينفق عليه كان لحم اكتف سيدنا مصطح من خير سيدنا الله اللي عمل كله حزن سيدنا أبو بكر ولكن لما سمع فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أحب أن يغفر لي وأرجع إليه وأقسم أنه لا يقطع عليه النفقة أبدا ولا يأتيوا بالفضل منكم والسعب هم لو تراجع عن إنساءاتهم لي أنا خلاف أفى الله أما سلف وده قدر ربنا مقدر الحساب يوم القيامة بالحسنات حاضر أجيبك إن شاء الله يا أستاذة توابة في أي حاجة تانية في أي سؤال تاني شكرا شكرا لحفظك يا رب شكرا لحفظك ربنا يحفظك يا رب حاضر أجيبك إن شاء الله طيب إحنا قلنا الأستاذة نادية كانت بتتكلم في التدخل في الأمور نحاول بقدر الإمكان يعني الهدية تذيب الحقد والغل النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحاب تهادوا تحابوا يعني أختنا نادية حاولي كده أول ما يجيلك أنت تبسمي في واجههم حاولي إنك أنت الأمور اللي في القلوب دي تذيبها بالمحبة والكلمة الطيبة صدقة وتهادوا تحابوا أختنا في الأكسر بتتكلم على إن فيه معاملة غير طيبة والحاجة برضو توابة أختنا توابة بتتكلم برضو عن الظلم وعن المعاملة غير طيبة طيب إحنا تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة لابن عامر والنبي قال له ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة إنك تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك أنا أعرف أن العفو صعب جداً من سنة لما يظلم وخصوصاً من الأقارب الأمر في صعوبة ولا يستطيع فعله إلا الصالحون لا يستطيع أن يعفوا إلا الصالح فنريد كما قال الله سبحانه وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ معانا تصال؟ أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا محمد أهلا وسهلاً أهلاً بيك يا شيخ حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد زي حضرتك يا شيخ الله يبارك في عمرك ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب يكفر الأمثالك بقول لحضرتك يا شيخ تفضلي أنا أنا دلوقتي بقول كل المعوذات وكل والله أحد وكل أعوذ برب الناس وبقول كله كله كمام ويا صبح يا كدوس يا رب الملائكة والروح. طبعا ست عجزة فأترك للحمد لله. ربنا يعفع. ربنا يعفع. يا دكتور. وانا يعني ما بعرفش اكره. تمام. هل ينفع? ان انا اقول ايه تاني ما بعرفش اكره? انا بس عندي المفحب بالقلم. بس بتصلي بايه طيب? انت لما بتصلي بتصلي بصورة ايه وايه? فكل والله واحد كل اعوزه برب الناس. زي الفل. لا اله الا انت سبحانك. اه. كل حاجة. الله اكبر. على قد السور التغير. ده ده كلام حلو جدا. ده يعني انت لما تقولي الاخلاص ثلاث مرات انت كرأت الكرآن كله. بس انا والله يعني مش بعرف اقول الاخلاص. ما هي الاخلاص يا اكله والله واحد. الاخلاص صورة الاخلاص هو كله والله واحد. طيب كل الحاجات دي كلها ايات وسور عظيمة جدا يا. طيب سؤالك يا محمد. انت عايز تسألي عن اين? والصبح ممكن الله أكبر ربنا يحفظ كل كلام ده كلام جميل وما أعظم من الذكر أنا قاعدة طول الليل في البلكونة أدعي ربنا وحاسة برضو أن أنا يعني حاسة أن أنا مؤثر آه طيب قاعدة على باب ربنا ليل ونهار ربنا يتقبل لنا عشان أنا عكدة يعني فأنا مؤثر هل المصحف يعني أقرأ في المصحف بالألم أفضل ولا أقول المعاوزات وكل والله أحد طيب حاضر محمد أجيبك إن شاء الله أقول إيه الأفضل يعني أنت عايزة إزاي تتقرب إلى الله عز وجل بالكرآن عايزة حاجة تتقربني إلى الله ودعي ربنا ودعي لي يا شيخ أنا يعني وقف على باب ربنا ربنا من يججع لي المرض ثاني يا رب يا رب إن شاء الله أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقنا اللهم أمين وأن يجعل هذا المرض وهذا التعب في ميزان حسناتك وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصف منه أشد بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل الأستاذ ياسر من دمياط قال لها تعالى يعد عنده ونصرف عليكي رح تقعدت خمس شهور أما إجت معادة دروس بدأت الثالثة الثانوي بيقول له حفل فلوس قال لها ما عندكش حولية وروح اشتكيني بتشتكيه ولا تعمل معه تشتكي أبوها يعني طيب حاضر أجيبك يا أستاذ ياسر في أي سؤال تاني باللعنة ترضى لا حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله طيب الحجة من الأكسر والحجة توامة بتتكلم عن ظلم الأقارب نقول إن استطعت أن تعفو فالعفو أقرب للطقوة فليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ومن عفى وأصلح فأجروه على الله لا يستطيع أي إنسان حاضر إن شاء الله طيب يبقى العفو والسماحة من سمة الصالحين أنا أعلم أن الظلم شديد على النفس وأن الإنسان كلما ظلم زاد في قلبه الكراهية ولكن ننقي هذا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تحرم على كل مخموم القلب صدوق اللسان هذه النار التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى محرمة على هؤلاء الذين كانت قلوبهم صافية كل مخموم القلب صدوق اللسان قال يا رسول الله نعلم صدوق اللسان فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب حاضر نجيبك إن شاء الله أم محمد بتتكلم بتقول كيف أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي بتقول أنا بعرفش أرى أكتب هل ممكن أقرأ بالقلم على المصحف يجوز ما فيش مشكلة طيب أعملي كمان أسمعي القرآن العلماء يقولون القارئ كالحالب والسامع كالشارب يعني أسمع القرآن أنصت للقرآن لعلكم إيه ترحمون كما قال رب العزة سبحانه وتعالى إذا يقولي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الأمر الثاني أنت لو أريت كله والله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صورة الإخلاص بها كله والله أحد ثلث القرآن الفاتحة من أعظم الصور نكثر من قراءة الفاتحة نكثر من الصور التي حفظها يا حق أم محمد اقرأيها كثيرا تقربي إلى الله عز وجل واعلمي أن هذا المرض وهذا التعب الذي أنت فيه هو حب من الله لك إن الله إذا حب عبدا يبتلى وأسأل الله أن يعف عنك وأسأل الله أن يرضى عنك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما عندنا الأستاذ ياسر بتكلم عن طفلة وهذه الطفلة كبرت وأبوها لا يريد أن ينفق عليها أقول لأبيها تق الله عز وجل وهذه البنت ربما تكون سببا في نجاتك يوم القيامة البنت هذه تنتظرك على باب الجنة إذا أحسنت إلى البنت إذا أكرمك الله ببنت أو بنتين أو ثلاثة كانت سببا لنجاتك يوم القيامة ولا تشم رائحة النار عيازا بالله ويدخلك الله الجنة بسلام بسبب إحسانك لبناتك بالنسبة هل البنت تشتكي أباها؟ أنا لا أحب ذلك ولكن إذا لم تجد شيئا غير هذا تشتكي وتأخذ حقها ولكن لا تقطع صلتها بأبيها هذا كله وهذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وكل القائمين عليها وعلى هذا البرنامج أسأل الله لكم التوفيق والسداد أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن ينجين الله سبحانه وتعالى من هذا الوباء وأن يمن على مصر بالهداية وأن يردنا إليه ردا جميلا يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته